عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أول اجتماع بعد الإعلان عن التشكيل الوزري الجديد وذلك لمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها لحل مشكلة الكهرباء ووقف تخفيف الأحمال وخلال الاجتماع كلف مدبولي الوزراء المعنيين بوضع حل دائم لهذه المشكلة مشيرا إلى ما تم تقديمه من حل استثنائي لأشهر الصيف الحالية عن طريق التعهد بتوفير نحو مليار ومئتي مليون دولار لتمويل شراء المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء لافتا إلى أهمية اتخاذ الإجراءات التي تضمن تقديم الحل النهائي للمشكلة بنهاية العام وفي هذا السياق أكد رئيس مجلس الوزراء ووضع تكلفات من الرئيس السيسي بالإسراع في إدخال قدرات كبيرة من الطاقة المتجددة على الشبكة الكهربائية ووجه مدبولي الوزراء المعنيين بالعمل على رفع كفاءة التشغيل وزيادة إنتاج الكهرباء منوها بقرار توفير المواد المالية الموارد المالية المطلوبة لحل هذه المشكلة